فيما تحاول كل من بغداد وأربيل الإبقاء على شعرة معاوية في العلاقة القائمة بينهما على أمل إيجاد أرضية مشتركة ونقطة في منتصف الطريق تؤدي إلى تنقية الأجواء وارتقاء العلاقة فيما بينهما إلى أفضل حالتها وحل المشاكل العالقة بما يرضي الطرفين بهذا الخصوص لفت نيجيرفان برزاني إلى أنه أصدر قرارا مهما لصالح موظفي كردستان واقترابهم من ألغاء نظام الادخار خلال المستقبل القريب وكرد فعل أولي رأى برزاني أن مطالب المتظاهرين مشروع لكن ما تم رؤيته خلال الأيام الماضية كان استغلال الأحزاب لها لتحقيق أهداف خاصة وهذا غير مقبول على حد وصفه موضحا أن حق التظاهر مكفول في إقليم كردستان لكن الحكومة تقف بوجه من يريد إثارة الفوضى وتابع نرفض اعتقال أي متظاهر وفي نفس الوقت لن نقبل باستخدام الحقوق المشروعة للمواطنين من قبل الأحزاب السياسية وسنتعامل بالمثل مع من يحملون الأسلحة ويثيرون العنف والجدير بالذكر أن مدن إقليم كردستان تشهد منذ خمسة أيام احتجاجات للمعلمين والموظفين للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وفي السياق ذاته أكد وزير المالية في إقليم كردستان ريباز حملان أنهم قرروا تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإرادات المستحصلة وقال حملان في المؤتمر إن بغداد شكلت سابقا عدة لجان لتدقيق قوائم موظفي جميع وزارات إقليم كردستان باستثناء الداخلية والبشمرقة وأشار إلى أن قرار تعديل نظام الرواتب وفقا لزيادة الإرادات المستحصلة والادخار لن يشمل أي موظف يقل راتبه عن أربعمائة ألف دينار ومن جهة أخرى أشار برزاني إلى أن الدستور هو أساس علاقة الإقليم مع بغداد والرغبة بحل جميع المشاكل عبر الحوار مبينا أن إقليم كردستان تعرض لغبن كبير في قانون الموازنة ويرون أنه يجب إعادة النظر في ذلك